محطتنا التالية أو الأخيرة حتكون إضاءة على عمل الإنسان يستطيع عبر 25 سنة إنه يرسخ وجوده بسوريا عبر مختلف مجالات الحياة من مشاريع تنموية أعمال إغاثية مساعدات وإعادة تأهيل وخدمات طبية صحيح فرح بصمة إنسانية جمعت مختلف أبناء الشعب السوري على طريق عمل الخير تحت مسمى دائرة العلاقات المسكونية والتنمية لا نحكي بشكل موسع عن احتفالاتها بالذكرى الخامسة والعشرين لا تأسيسها بصرنا أن نرحب بالسيد علاء مشحرة مدير مكاتب دمشق وريفا في دائرة العلاقات المسكونية والتنمية أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم إستاذ صباحك بدنا نهنيكم على 25 سنة من العطاء والأعمال الإنسانية والإغاثية وغيرها خبرنا اليوم بلمحة عامة عن دائرة العلاقات المسكونية والتنمية وأهم البنود التي احتوتها تماما لحنا دائرة العلاقات المسكونية والتنمية هي تابعة لبتركية الروم والأرتوذوكس نحن نشتغل تحت بركة غبطة البطريارك يوحنى العاشر صرنا نحن من 1994 و25 سنة لحد الآن بالمجال الإنساني وبمجال العطاء نحن بداية بلشنا بكل المراحل اللي مرت فيها سوريا بمرحلة تهجير الأخوة العراقيين العراق ووصولهم على سوريا بعدين الحرب اللبنانية كمان ساهمنا بتخفيف الأزمة للمهجرين اللبنانيين بداية مع الأزمة السورية اللي بلشت بال2018 نعم نحن نحكي عن حرب تموز حرب تموز بال2006 نعم بداية بداية الأزمة السورية بلشنا بمشاريع الإغاثة اللي هي كانت تقدمت ما يخفف عن الأخوة المتضررين والنازحين من مناطقها يعني أستاذ علاء أنتم كنتوا بمثابة يعني عمل إنساني يمكن يقدم المساعدة لأي حدا بحاجة لهذه المساعدة خلينا نحكي عن الماراتون اللي كانت عم تسأل عنه فرح اليوم بباب شرقي ساعة انتين حينمون ماراتون هو تحت مسمى الفرح والسلام رح يكون لحيبلش الساعة انتين من منطقة باب شرقي باتجاه الأبون كان تسميته الفرح والسلام نتيجة المعانات اللي مرينا فيها خلال سنين الأزمة فوصلنا المرحلة أنه لازم نوصل لهاي للفرح اللي نحن فيه ولأنه فرحانين بالسلام إن شاء الله بيعين مع كل سوريا وعا كل أبناء سوريا هذا اليوم نتمنى من كل هي الدعوة عامة ونتمنى من كل أهل أهل دمشق هلا بتسكروا لنا الترقات هلا بتسكروا لنا الترقات نتمنى من كل أهالي دمشق وكل الموجود في دمشق يشاركنا بهذا الماراتون ويشاركنا بهذا الفرح هذا بيوم تأسيس الدائرة الخمسة وعشرين لحنا هي احتفالية ممتدة على مدة ثلاثة أيام بكرة رح يكون في عنا كورال بيتضمن أغاني وتراتيل بطلق بهذا اليوم بالإضافة إلى معرض رح يكون فيه المنتجات البرامج ومنتجات اللي كانت ترعاها الدائرة كبرامج مهنية وبرامج تعليمية فإن شاء الله رح يكون كمان هذا المعرض بكرة ومنتأمل من الكل كمان يكون موجود بهذا اليوم معنا كتير حلو يعني بيقولوا استاذنا دائما أنه أساس النجاح هو العمل المنظم وكل ما كتروا الأشخاص أكتر كل ما كان التنظيم يمكن أصعب اليوم دائرة العلاقات المسكونية بدون يمكن أكتر من ألف وسبعمائة شخص هذا الرقم ما نؤليل أبدا كيف بيتم التنظيم وكيف بيتم توزيع الأدوار بين بعض خاصة بالاحتفال خلينا نقول بهي الذكرة الخمسة وعشرين تماما نحن ألف وسبعمائة موزعين على كافة محافظات سوريا نحن تحت إدارة أبونا قدس الأرشمندريت أليكسي شحادي جزيل الاحترام هو دائما على تواصل مباشر ويومي معنا الموزفين نحن مقسمين أو المتطوعين نحن مقسمين على المحافظات في إدارة بكل محافظة هي تتبع للإدارة المركزية بدمشق هذا الحدث ميزته أنه سيكون كل الموزفين الموجودين بكل المحافظات سيأتي اليوم على الشام لحتى يشاركونا ونتشاركنا وإحنا وياهم هذه المناسبة أكيد أي عمل إنساني وأي عمل تطوعي وأي عمل يهدف إلى شيء فعال بالمجتمع بخدمة الإنسان والإنسانية هو شيء مقدس بالنسبة لنا دائما العمل مقدس كيف إذا كان العمل إنساني في مشاريع جديدة يمكن هلأ أنتم عم تحضرونها يمكن كل سنة عن سنة عم يكون فيه تطور جديد يمكن بمرحلة الحرب كان عنا شيء صعب شوي ولكن نحن أيضاً عم نحضر لمرحلة ما بعد الحرب وهي مرحلة السلام وإعادة أعمار سوريا ما دول؟ شو الدور لديهم تجميع بدايةً كنا بداية الأزمة كنا بحاجة للموضوع الإغاسي هلأ بس خلصة الحرب الحمد لله بلشنا بالموضوع التنمية والعمل على الإنسان العمل على موضوع الدعم النفسي على التنمية قدرات الأشخاص والمحتاجين لهذه الخدمات فلنحن نتقل اختلف من البداية الهلاء اختلف تقريباً الشغل حوالي 100% حسب حاجات البلد والوضع دائماً كنتم معاكبين كل شيء يحدث في البلد أو حتى في الدول الشقيقة التي لجأت لبلدنا سوريا يأتيكم ألف عافية اليوم حاجات الشباب بدائرة العلاقات المسكونية كمان ممكن أن تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأشخاص تهجروا بدائرة العلاقات المسكونية ممكن أن يكون لهم الأولوية في حال تهجروا في حال كانوا معنيين بمساعدة معينة تماماً دائماً عملنا ودائماً مراكزنا الـ 41 من تشرين بكافة سوريا هن نكون مع الأشخاص الأكثر ضعفاً أو الأكثر احتياجاً لأنه هن الأشخاص اللي بيستحقوا بالنهاية هاي المساعدة وحتى نوقف جمعهم فدائماً لحنا الأولوية هي للأشخاص اللي هن نزحوا اللي هن عندهم إصابات حرب اللي عندهم إعاقات لأنه هن أكثر هشاشة بالمجتمع من باقي الفئات فأكيد لحنا من واكب من خلال موظفيننا ومتطوعيننا الأحداث اللي عم تصير بكل مكان بالمجتمع السوري أكيد يمكن أيضاً يمكن دائرة العلاقات المسكونية أتاحت لكثير من الشباب فرصة العمل إن كان عمل تطوعي أو العمل الإلزامي ولكن أنه أتاحت له فرصة العمل قديش كان مهم بفترة من الفترات أنه نستقطب هدول الشباب يلي بحاجة أنه يشتغلوا بحاجة أنه يقدموا ويبذلوا شيء في سبيل أخواتهم تماماً هلأ لحنا كان الأولوية هي الموظفين طبعاً أفهم مو أولوية هي وجود فرص عمل للأشخاص اللي هن موظفين بالدائرة لحنا في برامج عم تكون تنفيذة عن طريق الدائرة وهي سبل العيش وخلق فرص عمل لأشخاص كثير ممكن أن يتجاوز عدد الألف وسبعمائة اللي هن عدد متطوعي الدائرة فهي فرص العمل هي عم تحيي فرص للدخل ومساعدة الأشخاص بهذا المجتمع خلينا نحكي بلمحة سريعة 25 عام على ذكرى التأسيس عوام طويلة من العطاء خلينا نحكي اليوم كيف شو هي الخطة حتى نحتفل بهذا اليوم المميز اللي ما رح يكون محصور يمكن بكم ساعة فخبرنا شو هي الخطة اليوم هلا مثل ما حكينا يمكننا على الماراتون رح يكون اليوم بكرة رح يكون في عنا سوريا تنتصر على الألم عنوان النهار كاملا يوم الأحد رح يكون عنا أداس احتفالي برئاسة غبطة البطرياك يوحنى العاشر فهي هدو رح يكون الأيام ثلاثة إن شاء الله كل القدد يسوى جميع الصلوات في الكنائس أسوأ الجوامع ترفع من أجل سوريا يمكن ما رح يكون الصلوات هيك وهي عم نحقق نحنا انتصار وانتصرنا فينا نقول على جميع هيك الشيء البشعي اللي كنا عايشينه يعني نتمنى لكم أيضا التوفيق وهيك كلمة أخيرة للمشاهدين شونا وينا تحضروا والماراتون كيف ينطلق يعني هيك شغلات تلاقي هيك ممكن يستفيدوا منها طيب نحنا منتمنى من الكل أكيد يشارك نحنا موجودين من الساعة 12 ونص عند باب شرقي بالمكان التجمع الأساسي هو عند باب شرقي مشان يصير توزيع الأرقام على الجميع والانطلاق باتجاه ساحة العباسين وباتجاه الكراجات والصالة الرياضية الموجودة بالقام نعم نتمنى لكم كل توفيق نشكر نحنا 1700 شخص جنود المجهولين يلي عم يشتغلوا نتشكر كل شخص يمكن عم يشارك بأي عمل إنساني قد من كانوا صغير شكرا لك شكرا كتير لكم شكرا أهلا وسهلا فيك نورت صباحنا